أولا كنا بندرسوا في المدرسة وبتكلم عن القصيدة العودة اللي كانوا بيدرسوا لنا وإحنا صغيرين يعني ويحفظوا لنا أكتشري مش بيدرسوا لنا فكنت مستاءة وإينا كانت القصيدة صعبة جدا هي كانت صعبة وبعدين كانوا بيترياءوا علي يا زميلي يعني إن ده يبقى جدك وإيه كلام المكالكع اللي هو كاتبه ده وإحنا لازم نحفاظه يعني شاعر جدك كان مقرر عليك في المدرسة مقرر لحد النهار ده على ملايين الطلبة في مصر وفي أكتر عربية أنا مش عارفة بيدرس في سنة كام دلوقتي إنما واضح أن أنت في طفولتك يعني في ابتدائي مثلا كان مقرر على دكتورة سامية وزميلتها وزملاء في المدرسة رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التأد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليتأنى لم نعد